ازاي اصور حلقات يوتيوب? اهلا يا فنان. اه النهاردة هنكمل موضوعنا بتاع ازاي اركب صوت على اليوتيوب الحلقة اللي احنا عملناها من اسابيع قليلة. وحنعمل دلوقتي ازاي تعمل الفيديو بتاعك على اليوتيوب. اولا لما احنا قلنا على موضوع الصوت اهم حاجة قرب المايكروفون لمصدر الصوت. واحنا قلنا تستعمل مايكروفون ماشبك او تستعمل مايكروفون حساس شوية وتقربوا من مصدر الصوت بتاعك. لان صوت الكاميرا هيبقى بعيد شوية فمش هيبقى بالدقة والقوة اللازمة والنقاء اللازم عشان تحط صوتك على اليوتيوب. النهاردة بقى هنتكلم عن الضوء بالزبط هو هو نفس القرب من المصدر بتاع المايكروفون. الضوء هو اهم حاجة في موضوع التصوير. اه انا اما بدأت القناة بتاعت دات من سنوات طويلة ما كنتش لسه عملت اوبجريد للمعداتي بتاعت التصوير خالص. ورغم ان انا بحب التصوير الفوتوغرافي من قام الجامعة حتى كمان بس كنت اهملت فترة طويلة لاهتمامي بالموسيقى وكده فاكن ما كانش عندي اي طموح يعني في الموضوع دوت. فاما بدأت القناة كنت اه بصراحة ما عنديش اي مصادر اقدر استعمل فيها الكاميرات. فاستعملت موبايلات باقيتひط موبايل قدامي. وبعدين جيبت موبايل قديم كمان كان عندي حطيته باقي عندي موبايلين. فانا عندي كامرتين ممكن انقل بينهم. فانا بدأت بالكامرتين بتوع الموبايل زي صورة اللي انت شايفها دلوقتي على موبايل دلوقتي. الصورة دي من كاميرا شايف كاميرا الموبايل نقيه ازاي وجميله ازاي. في شيء مشاكل بتحطها على دلوقتي وبتحطها على الحامل الخاص بيها وعلى الستند بتاعك وبتتصور بيها كأنها بالزبط كاميرا محترفة من كاميرات زمانية بالزبط نفس القوة يعني فأنا بدأت في الحلقة بتاعتي بالكاميرا بتاعت الموبايل ديت بشارط الإضاءة تكون متوفرة تكون كويسة شوف دلوقتي فوق الوحدة بتاعت الكاميرا اللي أنا بصور بيها دلوقتي أنا بطلع الصورة دولتي على الموبايل انا بصور ايه دلوقتي بالكاميرا. وحدة اضاءة جبتها ال اي دي. وحدة الاضاءة ال ال اي دي ممكن تكون كشاف مكتب. لو شفت اي كشاف مكتب ممكن فعلا يدي لك نفس الاضاءة دي بحيس يبقى المكان اللي انت عاوز تصوره يكون مضاء اللي هو وشي في هذه الحلقة او الجسمي لو انا بعزف. والجيتار اللي انا بعزف به. فبتحط الكاميرا مركزة على الموضوع اللي انت بتصوره. ولو في كاميرا تانية او موبايل تاني قديم استعمله بانك تركز على ايدك مسلا يعني بفيه منظرين في الصورة وانت بعد كده ببرنامج بتاع ايدات الفيديو نفسه هتقدر تفصل ما بين دي وما بين دات وهتركب عليها الصوت اللي احنا طلعناه من اللي انا بسجله اما على الكمبيوتر او على جهاز تسجيل خارجي وبعد كده بدمج الصوت ده مع الصورة في برنامج اعداد الفيديو نفسه بيطلع لي فيديو متكامل. لو انت مش هتستعمل كاميرا الموبايل وعنده كاميرات تانية في عنداني بتاعتنا بتاعت زمان دي دي ممتازة دلوقتي يعني تمانها مش غيري خالص ولو انها فتحتها دلوقتي فيها عدسة كمان زومة قدر اقرب وبعد شوية طبعا دي ميزة شوية عن الموبايل. آآ كاميرا الموبايل السنسور بتاعها اصغر سنسور في كاميرات. يعني هيبقى اصغر حاجة في حجمه صغير جدا. كل ما كان السنسور اكبر كل ما هستوعب اضاءة اكتر فيسهل عملك انت انك انت تصور في اجواء مش مضيئة او مش شرطة تستعمل وحدات اضاءة كفاية نور الشباك مسلا زي النور الشباك انا بستعمل نور الشباك كنور تاني يعني جاي على وشي من الجنب. فا ايما تستعمل نور الشباك تبقى مواجه للشباك خالص وتبص للشباك كده فيبقى النور جاي بس من الشباك زي ما انت شايفو دلوقتي من الموبايل دلوقتي النور بس اللي فوق ده ميدي نور الجنب. لنما نور وشي نفسه جاي من شباك يعني انا قد قدام شباك. فاة هيسهل لك انك انت فعلا لو كان السنسور اكبر شوية هيسهل لك انك انت ممكن تصور في اماكن مغيير وحدات اضاءة. طيب ده بتاع الموبايل الزغير خالص اما يكبر السنسور شوية يبقى على الكاميرات بتاعتنا بتاعت زمان اللي كنت تحطها في جيبك ديها وتنزل تصور بها دلوقتي الكاميرات الديجيتال دي موجودة. على حسب طبعا نوع الكاميرات في بعض الكاميرات هتلاقي الصورة بتاعتها كواليتي كويسة وبعض كاميرات الصورة بتاعتها مش كويسة. فدوت يعني صورة كاميرا معقولة بتطلع صور كويسة وسعرها ما كانش ريائلي جدا خالص. اه في كمان بقى طلعت كاميرات جديدة في العصر اللي احنا فيه دوت ارخص وارخص كمان واجمل كمان. الكاميرات دية الاكشن كاميرا. لو تفتكروا الاكشن كاميرا ديت اهو اطلحها لكم من العلبة بتاعتها. شوفوا كاميرا ديت اللي بياخدوها معاهم ويحطوها يركبوها على صدرهم وعلى الخوزة وبتاعوا يسوقوا عجل واركبوه مش عارف ايه وينزلوا يعموا فيها ويحطوها في اه. ليه عيلبة كده بتتحط فيها فممكن تسبح فيها وتعمل مش بها ديت اهدلها بصراحة. الكاميرات دي طبعا عدسيتها سابتة. باخد بالك. السنسور بتاعها مقارب للسنسور بتاع الكاميرا ديت. يعني مش هتلاقيه كبير اوي. باخد بالك. فمحتاجة اضاءة طبعا بتستعمالها في الخارج اكتر. بس الميزة بتاعتها بقى ان العدسة بتاعتها عملة زرعين السحرية بتاعت الباب مسلا. المدى بتاعها بيسموها او الزاوية المفتوحة الزاوية الواسعة. فانت بتقدر تصور بيها ممكن احطها قدامي كده وتصور القوضة ورايا كلها يعني. واخد بالك. فهادي الميزة بتاعت الكاميرا دي ودي تمنها مش غالي خالص ان. ما تجيبش بقى الحاجات الجو برو والحاجات الغالية اوي ديتو بتاع. ملاش اي لازمة. الحاجات الرخيصة دلوقتي بتنفع يعني. العيوب بتاعتها البطارية بتاعتها عملة زر بطاريات الموبايل بتاعت زمان. فطبعا مش هتلاقي ليها عمر طويل قوي. فانت يعني ساعتين تصوير وهتلاقي الكاميرا فصلت منك او ساعة يمكن. الكاميرات الكمباكت ديت برضو عشان حجم البطاريات بتاعها زاير. هتلاقي برضو فعلا عمرها قصير. الموبايل الكاميرا بتاعته هيعيش معك اطول من البطاريات ديت. لان بطاريات الموبايل الحديث يعني اللي هو السمارت فون دوت. اكبر من البطاريات دول. الاتنين دول البطاريات بتاعتهم صغيرة جدا عمليز بطاريات زمان بتاعت النوكيا الموبايلات النوكيا. البطاريات التانية دي احدث شوية في التكنولوجيا وكمان اكبر من حيث الحجم في عدد الخلايا اللي جواه ما يبقى اكبر فالموبايل هيستحمل منك تصوير اكتر من الاتنين دول. بعد كده بقى لما انت ساعتك عايز بقى تاخد الموضوع كهواية ويعني لو انت بتهوى التصوير كمان بقى بتجيب كاميرا بيسموها او الكاميرا المنعكسة ذاتيا بمعنى ان الصورة اللي انت شايفها جوه العدسة دي بينقلها منشور بحيث انك تبص عليها من فوق. فانت شايف بالزبط من فوق ايه اللي جاي جوه العدسة هو هيخش على السنسور. السنسور بتاعها بيبقى اكبر شوية. في نوعين من السنسور او تلاتة دلوقتي كمان. فيه يعني تلاتة اربع. بيقولو تلاتة اربع. مايكرو تلاتة اربع. وفيه كمان بيسموه الكروبت. يعني المقصوص شوية. وليه بيسموه مقصوص اقول دلوقتي. وفيه الكامل الفول فريم. الكامل الفول فريم دوت زي حجمه زي حجم الفيلم الخمسة وتلاتين ميلي بتاع زمان اللي كنا بنستعمله في التصوير الفوتغرافي. هو هو نفس الحجم بتاع السنسور. فالكاميرا ما تتعرض لضوء حتى ضعيف تقدر تستقبله الدوء ده تقدر تصور في الضلمة حتى كمان يعني. الصور الكاميرا دي بتصور في الضلمة. فدي الكاميرات المحترفة اللي الناس بتستعملها حتى في الاستوديوهات او الناس هوات التصوير اللي بيصوروا بيها وبيطلعوا يعملوا بيها رحلات وكلام من ده. كان بطلع صور طبعا في المنتهي الجمال دي. طبعا الشركات اللي بتنتج كاميرات دي معدودة في العالم مش كل شركة بتنتج. فهتلاقي كانون وونيكون ومسلا سوني وفوجي وباناسونيك. في كزا كاميرا كزا نوع من الكاميرات انت بتفاضل اي فيهم اقرب لفلوسك واي اقرب اي واحدة منهم اقرب للمواصفات اللي انت عاوزها وبتاخدها في التصوير بتاعك ودي بتبقى غالية مش رخيصة. الكاميرات التانية بقى اللي هي كروبت يعني مقصوص شوية السنسور بتاعها مقصوص اقل شوية من اللي ان اغلى حاجة في الكاميرا هيبقى السنسور فطبعا كل ما بيقلل له بيقللوا تكلفة فبقت الكاميرات دي في متناول ناس كتير الكاميرات اللي هي ممتازة جدا وبتصور شبه في الضامة برضو والكاميرات الحديثة السنسور زي حتى دلوقتي الناس بتادي تقول طب انا بادفع ليه في الكاميرات ومسنسور كبير وانا ان دي بتدي نفس النتيجة فبتاديت الناس تفكر بس ليها عمق اكبر في التصوير لو انت بتعمل الخلفيات مش عارف ازاي وبتستعمل عدسات مش عارف ايه فبتطلعك الخلفية يعني مبهامة شوية وتبقى التركيز على الموضوع فده ده قلة قليلة مننا اللي هيستعملوا الموضوع ده اللي هما ليهم علاقة بالتصوير الفوتوغرافي او محترفين تصوير فوتوغرافي او عايزين يحترفوا التصوير الفوتوغرافي فالكاميرات هم ده هتبقى ممتازة جدا لموضوع اليوتيوب وطلع منها كاميرات مخصصة لاخواننا بتاع اليوتيوب ليه لانا هتلاقي فيها شاشة في الجنب الشاشة في الجنب ده التوتش سكرين كمان تقدر تتحكم في الكاميرا وتغير الاضاءة وتغير نقطة التركيز وكل الكلام ده كله وفي نفس الوقت بتشوف نفسك وانت بتصور الفيديو زي الكاميرا اللي انا بستعملها ده فانا بشوف نفسي وانا بستعمل وانا بصور الفيديو ده فكأني بالضبط حطت الموبايل قدامي هي هي فالكاميرا عملت لي نفس النتيجة. وفي نفس الوقت كاميرا ممتازة وصورها حلوة جدا. وبتطلع الفيديوهات بتاعتها كويسة. بتاعت الفيديو بتكون مهمة جدا انك انت اه كل مكان كويس. هيطلع لك صور حلوة جدا الفيديو بتاعتك بتبقى حدة. وصور التفاصيل بتاعتها الدقيقة حلوة. كل ما رخصت الكاميرا. كل ما التفاصيل هتلاقيها قل. بس العصر اللي احنا فيه ده بقىنا سنتين تلاتة الموبايلات كلها اللي بتنتج الصور اللي بتطلع من الموبايلات تضاهي او ساعات تتفوق على صور الكاميرات. وبتوع الكاميرات دلوقتي قدامهم مشكلة كبيرة جدا لازم يكتذبوا الناس عشان تشتري كاميراتهم بحاجة تميزهم عن الموبايل اللي في جيبك ده وقت اللي بيطلع منه صور احلى من الكاميرا. فابتدوا بقى يلتفتوا ان هم لازم يغيروا التكنولوجيا شوية ويعملوا لانواع الملفات سمعت ان هو خلاص هيموت اللي هو ملفات الصور اللي احنا هنعرفها من ايام التسعينات والتمانينات دي خلاص هتموت لان عجمها كبير جدا بالنسبة للمعلومات اللي هي فيها فقاللك لا احنا هنعمل واحد جديد احلى بكتير واقل كمان في الحجم بتاعه ففي تكنولوجيا جديدة طلعت وهتنزل في كل الكاميرات قريب جدا ان شاء الله اتمنى هذا. فالكاميرات اللي بيفرق فيها السنسور ولكن في الكاميرات الحديثة او الموبايلات الحديثة كلها الكاميرات في منتهى الجمال. خلي بالك وانت بتصور بالموبايل هتمسكش الموبايل كده بالطول وتصور كده ليه? لان احنا هنتفرج عليه على شاشة بالعرض. شاشة الكمبيوتر بالعرض. فما تحطش الكاميرا ما انت ممكن تحط الكاميرا كده بحضو. لا حط الكاميرا بالعرض او بالزاوية بتاعتك ديت. الاضاءة بتاعتك لو انت هتستعمل يعني الاضاءة المبسطة جدا هتحط مصدر الاضاءة في وشك. فمش هيبين ضل على وشك لمناخيرك وعلى بتاع فواضح وشك لما ما تيجي تتكلم للناس صورة صورتك هتبقى واضحة جدا. اه لو انت عندك مصدر ضوء تاني يبقى كويس جدا فانت كده هتبقى المصدر الاضاءة من زاويتين فانت ممكن تعمل واحد زاوية خمسة واربعين من هنا واحد زاوية خمسة واربعين هيطلع لك تأثير درامي جميل جدا على الصورة بتاعتك. لو انت عندك بقى فلوس اكتر كمان هتحط الاتنين دول وهتجيب مصدر اضاءة من فوق نازل من فوق عشان يضيق شعرك من ورا مسلا او يضيق الخلفية بتاعتك. فبيفصلك عن الخلفية اللي وراك اللي انت بتصور فيها الخلفية لانها مهمة جدا. انت لازم وانت بتصور تشوف ايه اللي وراك. لان اللي وراك ده هيطلع في الفيديو بتاعك او هيطلع في الصورة بتاعتك. فلازم تبقى فاهم بالزبط انت هتطلع الصورة ازاي للمشاهد. والحجم بتاعك تبقى تحاول طبعا ما توتصش في الفيديو اوي فتلاقي راسك تحت كده مسلا. فالناس تشوف راسك وفوقك فضى طبعا الناس هتزعل منك تقول انك انت ايه اللي فيديو العبيد اللي انت عام بدا. فتحاول دايما يبقى فيه مسافة اربع اصابع ما بين ما بين راسك وما بين الفريم بتاعك دوت. فيه ناس بتحب تلت الفريم كمان يعني بمعنى ادقت بقى قاعد في التلت بالزبط تلت الفريم وبقيت الفريم فاضي ده 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 جماليا الانسان اللين بتاعت الانسان بتميز الموضوع ده وتحبه. فتلاقي راسك انا راسي دلوقتي في التلت الافقي والتلت الرأسي يوقف عن نقطة بالزبط اللي في النص كده. فتلاقي الصورة دلوقتي جميلة غير ما كنت قاعد مصدر لكم كده وشي زي المساجين اللي بيطلعوا صورهم في الفيش والتشبيه وكده. كده الوضع احسن طبعا فلما كلمك كده بس هبعد عن الميكروفون بقى فلازم اقرب الميكروفون شوية البقى عشان المسافة باعدت دلوقتي. فافضل طبعا تختار انت افضل وضع ليك للتصوير ايه? وتشوف الاضاءة بتاعتك هتبقى فين? من زاويتين? لو انت هتعمل اضاءة من زاويتين يبقى كويس جدا من تلاتة. ده افضل الحلول. بس بقى لقى التلاتة ده هيعمل لي مشكلة انك انت هتطار تحط لمبة على حامل مسلا وبتاع فا اا اا يعني هتعمل مشاكل في القوضة انا مش ناقص اساسا قوضة زحمة مليانة جترات ومليانة حاجات في اجهزة وبتاع فمش عايزة اعمل ضغط نفسي على اسرتي ان هم كل ما يبصوا من الباب يلاقوا يلاقوا كبلات يلاقوا حاجات فانا مش عايزة اعمل لهم كمان شواية فوق راسي جدا عشان يبقى خضة ليهم كمان اكتر يعني. فدي كانت نبزة بسيطة جدا انك انت هتصور ازاي? وطبعا زي ما قلنا افضل شيء. يعني شوف في امكانياتنا دلوقتي كل واحد يمع عنده محطة بث منتقلة او متنقلة. ليه? معاك الموبايل بتاعك حطيت السماع ليدفون في 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 ودنك ودي افضل طريق انك تنقل بها صوتك اقرب مصدريك هيبقى السماع اللي هي دوبك جنبك كده جنب بقك. ووصلة بالموبايل والموبايل بيصور قدامك. انت بقى عندك محطة بث متنقلة. اهم حاجة بقى تعرف ان دي امانة. ان بمعنى ادق ما تعملش حاجة مبتزلة او حاجة تدايق ناس او تهين ناس بيها. او اه ما تضيفش حاجة للناس. حتى لو كنت هترفع عنهم رفع عنهم ترفيه بريء. يعني ترفيه اه لزيز وجميل. والناس ما تندرج به نفسيا وما تندرج به خلقيا اخلاقهم تسوق مثلا او تعصبهم او تدايقهم. واخد بالك دايما من الامانة كل ما كترت امكانياتك كل ما كان حسابك هيكون اكبر. حسابك هيكون اكبر عند ربنا. وهتتحاسب على الامكانيات دي عملت انت بيها ايه? افدت الناس ازاي? اضافت ليهم ايه? فاتمنى ان احنا كنا ازا ما احنا بنتعلم الحاجات دي دلوقتي لازم نعرف انها مسئولية وانها امانة. ولازم نستعمل الامانة دي زي ما ربنا عاوزنا وإلا هنبقى غلطانين جدا. وبكده اختم الحلقة بتاعت الفيديو اتمنى اني اشوف قنواتكو كلكم وليكون كلكم عندكم محتوى جيد جدا باي حاجة انت تقدر تقدمها للناس تقدر تساعد في اي حاجة ما فيش حد ما يعرفش حاجة في الدنيا. في حاجات انت تعرفها حتى لو لو شطر في الحساب مسلا. اعمل دروس حساب للناس واشرح للاطفال مسلا اللي بيبتاقوا عالم الحساب لسا. ايه الحاجات اللي خافية عنهم مسلا. يعني فيش حد ما يعرفش حاجة. كلنا نعرف حاجات يعني. بخبالك في حد بيبقى شطر في حاجة ومش شطر في حاجة تانية. في حد بيبقى شطر في ميكانيكا السيارات مسلا. انا مفهمش حاجة فيها. فهتفرج على الفيديوهات بتاعت ميكانيكا السيارات عشان هتعلم انا عربيتي ايه اللي فيها مسلا او لو عربية اطلت بيه اعمل ايه او لو حد اطل بيه عربية وانا فيها اساعده ازاي او نعمل او ممكن هيكون ايه مسلا فدي حاجات مسلا ممكن الناس تستفيد منها وتبقى مفيدة جدا للناس بصفة عامة يعني زي ما انا كده جات لفكرة قناة الجيتار ان قلت ان انا باعرف اعزف نوعا ما يعني فقلت ان انا اشارك اللي انا اعرفه ده مع الناس لعل الناس بيبقوا يعني كويسين وياخدوا الطريق دوت واللي عايز من هم ينجح ينجح يبقى احسن مني كمان مش حازع لي يعني بالعكس ابقى ممسوط جدا واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة